أهلا بكم من جديد قضت محكمة سيدي محمد في الجزائر بإدانة كريم طابو مؤسس الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد بعام حبسا منها ستة أشهر غير نافذة وغرامة خمسين ألف دينار حيث أدين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية في حين تمت تبرئته من تهمة التحريض على العنف وبعد هذا الحكم سيمثل طابو أمام محكمة القليعة بتهمة أخرى هي إضعاف معنوية الجيش حكم مفاجئ وغير متوقع هكذا علقت هيئة دفاع الناشط السياسي كريم طابو الذي قدت المحكمة بالسجن سنة منها ستة أشهر نافذة وغرامات بنحو خمسمائة دولار بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر نشر منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أسقطت عنه تهمة التحريض على العنف كنا نعتقد بأن المحكمة ستقضي ببراءته مع الأسف الشديد طبعا نحن كدفاع يجب أن نحترم الأحكام التي تصدر باسم الشعب الجزائري ولكن نقول بأننا غير راضين على الحكم وسنقوم باستئنافه أمام مجلس قضاء الجزائر وبعد الحكم الصادر من محكمة سيدي محمد ينتظر كريم طابو ملف قضائي آخر أمام محكمة القلعة ويتعلق بتهمة إضعاف معنوية الجيش تهم يصفها حقوقيون بأنها سياسية هناك ملفين هذا الملف الأول الذي حكم من أجله أمام قسم الجنح محكمة سيدي محمد بالإضافة إلى القضية الأولى التي ما زال التحقيق متواصلا فيها وتتعلق بالمساس بالروح المعنوية للجيش هذا الملف ما زال قيد التحقيق لم يتم إحالته على المحكمة المختصة بعد هي أصلا المادة 79 مادة متابعة سياسية أصلا هي واردة في الباب الأول من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة وبالتالي فإن تعريف الجرائم ضد أمن الدولة في القانون هي الجرائم السياسية وهذا هي نوع التهمة المنصوبة إلى كاريم طابو ومن المرتقب أن ينهي طابو فترة السجن في نهاية الشهر الجاري في حين يرتقب أن يفصل القضاء الأسبوع المقبل في ملف آخر يتعلق بقضية اللواء المتقاعد على غدير المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الخطوة التالية لدفاع طابو هي استئناف الحكم الذي قال إنه فاجه خلفا لأحكام البراء التي استفاد منها رموز الحراك مثل سامير بالعربي وفضل بمالة في انتظار الحكم في قضية أخرى متابعة فيها طابو أمام محكمة القليعة محمد جراد على الحرة الجزائر احتج عدد من المحامين أمام محكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة احتجاجا على موصفه بعدم استقلالية القضاء في إصدار الأحكام وجاء احتجاج المحامين بعد قرار قاضي التحقيق للمحكمة ذاتها إدعى الناشط سامير بالعربي الحبس المؤقت بتهمة التحريض على التجمهر والمساسي بالوحدة الوطنية وقال الحقوقي مصطفى بوشاشي إن الاحتجاج يأتي للتعبير عن رفض المحامين ما أسماه بتغول المصالح الأمنية على القضاء الجزائري على هذه الوقفة هو احتجاج على تغول مصالح الأمن على القضاء الجزائري اللي في نهاية المطاف أصبح في خدمة السلطة أكثر من أي شيء آخر وليس لحماية حقوق الناس وليس لمتابعة المجرمين الحقيقيين على هذه خرجنا اليوم من جبة للتعبير عن رفضنا على هذا النوع من الإجراءات وينضم إلينا من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله محامي وخبير في القانون الدولي مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة على قناة الحرة بداية كيف تصف الطريقة التي اختتمت بها محاكمة كريم طامو هل هي تشبه الطريقة التي انتهت بها محاكمة نشطاء آخرين مثل فضيل بومالا وغيره؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهد الكريم حقيقة هو الآن لما كما ورد على لسان دفاع كريم طابو على أنه كان من المفروض أن يكون الحكم بالبراءة على أساس أن الوقائع تقريبا تتشابه لهذه الوقائع إذا قلنا أن التهم التي كانت متابعة بها سمير بالعربي أو فضيل بومالا كانت هي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر يعني حقيقة أن هذا الحكم كان مفاجئا لأن قلت أن الوقائع هي نفسها الوقائع التي كان متابعة بها نشطاء آخرون وبالتالي هنا يبقى هذا الحكم من تقدير القضاء القاضي وله السلطة التقديرية الكريم طابو له أن هذا الحكم صدر في درجة أولى وله الحق في استئناف هذا الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر أنا نقول إذا قلنا الآن هل حقيقة نحن نعيش في استقلالي القضاء أنا أقول ما زلنا القضاء ما زال لم يتحرر بعد القضاء ما زال يعيش إرهاصات التحرر والآن إذا قلنا أن الآن ما زالت المنظومة القضائية ما زالت تعيش فيما سطره وما خطط له دستور 2016 دستور بوتفليقة نحن نتطلع إلى هذه التعديلات الدستورية التي ربما تعطي تفتح المجال وتعطي الحرية للقضاء يعني أستاذ يعني رأيك مستمد من خلال القضاء الجزائري يعني أنه يعني أصر على إزدار حكم على طابو رغم أنه سيطلق صراحة خلال أيام أنا قلت في الحقيقة أن الوقائع التي توبع بها سابير بالعربي على سبيل المثال أو فضير بالموالة هي نفسها التي توبع بها كريم طابو كان من الأولى أن تكون نفس الحكم يعني الحقيقة نفس الحكم لكن ربما يراد أن جهة معينة أو جهة تريد أن يكون حكما في حق كريم طابو فهذا ربما قلت يعني لو كنا نخضع إلى قضاء مستقل لا كنا الوقاع نفسها الحكم بطبيعة الحال سيكون نفسه لكن هنا حكم كان حكما مغيرا وإن كان حكما رغم التهمة الموجهة لكريم طابو هي حكم سجن منها ستة أشهر نافذة والباقية غير نافذة الآن قلت أننا نعيش ما زلنا ما زلنا ما زال لم يتحرر بعد القضاء ما زال غير مستقل ما زلنا نعيش في التنظيم القديم ما زال القضاء يخضع القضاء ما زال يخضع لما يسمى بمجلس بالمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء ماذا من يرأصه يرأصه رئيس الجمهورية ينوبه وزير العدل ما زالت السلطة التنفيذية متغولة وتتحكم في السلطة القضائية طيب أستاذ خلف الله هذا قضائيا دعني أناقش معك بعض تصريحات للمسؤولين الكبار اليوم في الجزائر حول الحراك الشعبي وزير الداخلية يقول أن دول غربية وإسرائيل ودولة عربية تحرض على الحراك وربما هي مؤامرة في نفس الوقت مسؤولين كبار ومن بينهم الرئيس نفسه يحيي الحراك ويعتبره ثورة كيف نفهم حالة الانفصام السياسي أنا أعتقد أن السلطة الآن ما زالت لم لم ترسم خطة أو لم ترسم الطريقة الصحيح للذهاب للتغيير الحقيقي السلطة ما زالت هناك أخطاء هناك أخطاء كثيرة ترتكبها السلطة بكل أسف نقولها على أساس أننا الآن إذا قلنا هذه التصريحات هذه التصريحات التي كنا نسمع بها نسمعها من ويحيا ومن المنظومة القديمة المفروض اليوم لا نسمع هذه التصريحات فإذا كنا نريد الذهاب إلى التغيير سلطة وشعبا الشارع يريد التغيير السلطة تقول أنها ذاهبة إلى التغيير فلماذا فلماذا نصف هذا التحركات نصفها بأنها مؤامرات خارجية ما زلنا نرجع لنظرية المؤامرة والآيات الخارجية أنا أعتقد أن هناك تطرف وأقولها وأنا قلتها دائما أن التطرف مرفوض سواء من هذه الجهة أو من هذه الجهة التطرف لن يخدم الجزائر ولن يخدم مطالب الحراك سواء من هؤلاء الذين يتكلمون أو يصفون أنفسهم أنهم ناشطين في الحراك أو التطرف التي تمارسه وتقوم به السلطة نحن نقول أننا حقيقة هنا يجب أن نخضع لسنن التغيير ومرحلية التغيير وأن التغيير يأتي مرحليا ويجب أن نراعي كل الجوانب للتغيير لكن هذا لا يعني أننا نطلق هذه التصريحات التي تمس بأن هذا الحراك هو الذي حرر هذه السلطة أعبرني على المقاتع بالمقابل رئيس الحكومة عبد العزيز جراد يطالب الحراك بتخفيض سقف مطالبه هل نفهم بأنها دعوة إلى الحوار أنا قلت أن السلطة الآن ما زالت ما زالت لم ما زال يعني لم نرى يعني مظاهر التغيير لم نشهد حقيقة الشعب الجزائري الشارع الجزائري لم يلمس بعد مظاهر التغيير هذه المظاهر التغيير ماذا تتمثل تتمثل في أن يسمع للآراء التي تأتي بها هذه التيارات من الحراك هذا الحراك هناك هؤلاء الذين ذهبوا الانتخابات إلى حد الآن حتى الذين ذهبوا إلى الانتخابات ولم يقاطعوا الانتخابات فالسلطة ما زالت لم تعطي لهم الفرصة ولم تسمحهم وما زلنا نعيش في رسم الرسم الأحادي للمخرج أو خطة السلطة النظرة الأحادية هذه لن لن تنفع الجزائر ولن تبني جزائر المستقبل ولن تبني هذه الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة تبنيها كل الأياد الجزائرية كل الأراء تشارك في بناء الجزائر الجديدة بدون إقصاء هذه السلطة إذا أرادت حقيقة أن أن تكون لها بصمة في بناء هذه الجمهورية الجديدة فعليها أن لا تقصي لا جهة نحن نلاحظ أن الآن أن السلطة تحاول أن ترضي الطرف المتطرف من الحراك وطرف آخر يعني ألف ما يسمى بالشيتة عندنا في الجزائر هناك تيار يستعمل الشيتة منذ المنظومة القديمة مع المنظومة القديمة وهو يستعملها الآن طيب أستاذ يعني ماذا عن تصريح بعض المحامين بأن الأمن يتغول على القضاء الآن ولكن هنا إذا قلت أننا الآن أنا قلت منذ البداية أن القاضي ما زال غير مستقل القاضي ما زال يخضع للمجلس الأعلى للقضاء لسلطة ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء هذا المجلس الأعلى للقضاء تتغول عنه وتتحكم فيه السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية بطبيعة الحال سواء تمثلت في رئاسة الجمهورية أو في وزير العدل أو ما يتبع هذه المصالح الأمنية وصلت ألف فكرة وهو معروف هذا معروف نعم الآن أقول أننا الآن السلطة عليها أن لا تقصي لا تقصي أي تيار وخاصة هؤلاء الذين دهمنا الوقت دكتور آسفة على المقاطعة دكتور إسماعيل خلف الله محامي وخبير في القرون الدولي كنت معنا مباشرة من باريس موسيقى